أعلنت البعثة الأثرية المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار ومركز زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الأسكندرية برئاسته اكتشاف مقبرتين وتسعة تماثيل من الحجر الجيري في حالة ممتازة وأوان فخارية بمنطقة جسر المدير بمنطقة سقارة الأثرية هذا وعثرت البعثة على العديد من التمائم وأدوات التجميل وتماثيل المعبود بتاح سكر وتماثيل على هيئة معبودات وأوان فخارية ونذرية أهم حاجة العناهنة هي مقبرة لطبيب اسمه قار والراجل ده جوه المقبرة طلعنا الآلات الجراحية اللي كان بيستعملها قار الآلات الجراحية واللي طلع داخل هذه المقبرة معروض في متحف إيم حطب احنا طبعا وقفنا الحفير حتى 2017 لأن الظروف اللي مرت بها مصر لكن بدأنا نشتغل تاني وبنكمل شغلنا اللي احنا بدأناه في 2007 كل مواقع اللي انا بشتغل فيها ليست مواقع جديدة لكن مواقع احنا بدأنا في نشتغل فيها من 2005 و 2007 أنا بعتقد أن جس المدير دي هتبقى لستار هتبقى نجب سقارة تمثيل ده مهمة جدا جدا لشخص اسمه فتك ده كان قاضي وكاتب لأيناف مقبرة مهمة جدا جدا مع لوحة في القرابين مهمة جدا جدا اشتغلنا مع الرئاس عمار وعضاء البعثة كلها طلعنا مقابر مهمة جدا جدا بتعود عندنا مقبرة للخنوم جيد اف كان كاهن المجموعة الهرماء للملك وناس عندنا مقبرة للمدعو مريه ده كان كاتم أصر الملك عندنا مجبرة للمدعو ميسي موجود حوالها التماثيل المهمة جدا جدا لأن الباب الوهمي ده كان كاهل للملك بيبل أول أميد هذا الكشف بأننا عصرنا على جبانة في هذه الفترة من عصر الدولة القديمة في هذا المكان اللي هو بيقع إلى الغرب من هرم الملك وناس وشمال هرم الملك سخمخت وده مكان لم تتم فيه حفائر على نطاق واسع في الفترة الماضية فده كان أول حفائر علمية منظمة على نطاق واسع في هذا المكان يتم الكشف فيه عن مقابر من عصر الدولة القديمة يتم فيه الكشف عن مجموعة من التماثيل الخاصة بكبار أفراد دفن في هذا المكان مجموعة مقابر الصخرية دي مقابر بتعود لعصر الدولة القديمة لقينا فيها توابيط من الخوص وبعض السكالتون أو اللي هي العظام هيك العظمية ولكن هي هتقدنا لحاجة أكبر لأنه يعني إحنا لما بيلاقي المقابر الصخرية دي أرخناها بعصر الدولة القديمة ولسه مكملين حفر حتيجي تلاقي نتيج تانية